السلام عليكم في القبة قالوا لابن علي الله حد وما كيف حد وربي موجود وأنا مثله واليمن بربي يعرف وأنه من ينافق معاه عقبته خايبة وبن علي عقبته خايبة جدت بعد 23 سنة أتاء لجال بعد ويحكم في تونس سمح لنفسه أن يقارن بعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن مؤذن الرسول بلان رضي الله عنه سمح لنذهب ويضحك في جمعة زيتون وقناة العار في الحديث الأخير معاه قال يا عشبيره رضي الله عنه هو تفيد الموضوع الرسمي اللب هي المقارنة بصحابة الرسول ومن بشرى بالجنة والغريب في ذلك هو أنه المنافق الأكبر الغنوشي مرجعنا السارق الأكبر واليوم المنافق الأكبر والمنافقون رب يعدهم بالدرك الأسفل لجهنم عقابهم أكثر من صريق ونهايته بيش تكون أشهر من بن علي أنا ما تقوله نقرأ السياسة هذي مش قرأ السياسة هذي إيمان لأني مسلم ومنيش إسلامي أقوى من ذلك الناس كل غرقت في الحكاية هذه فما شيء أهم اليوم تونس كل تحكي على التعويض وصندوق التعويض للمظلمين بتاع بن علي في عهد بن علي التعويض مسموح ومرغوب فيه ولكن أي تعويض إذا كان بيش تولي الناس اللي حابت تقنب للوتلة وضربت وجوه العباد بالمفرق واللي ضربوا وقتلوا أعوان من الأمن في عمليات إرهابية بيش يصيروا هما الضحايا هذي كهي المشكل أما اللي تشد وقت بن علي وتعذب أنا معه ولكن شكوم بيش يقرر شكوم هذو ما ونحبكم تفهموا الفلسفة متاع النهضة شنية الأصوليين كلهم يعني الإسلاميين في العالم شي يعتبر يعتبر الشعوب العربية شعوب جاهلة وقالها الغنوشي يعني شعب يجل يعتبر الناس هذوما جهال حربوا طهوت طهوت جهل يعني الشهداء اللي ماتوا في تالة في القصرين يعتبرهم جهال حربوا جهل وهما أولا وهذه فلسفة الغنيمة يعتبر نفسهم فتحوا تونس للإسلام والغنيمة لهم أول ما يتعوض هما من بعد يجيوا الشهداء هذا يحب يتعوض هذا يحب أن نعرفه والذي يزيد يوري معنتها قمة النفاق عند الناس هذا لما رأى زعيمهم وشيخهم المنافق يقول وأنه تواثة وكلام مصحيح موش من العار وأنه يشتغل وأنه عنده ديبلومات ولكن لما رأى وأنه وزير بشيكون وزير يزمو كون ترازم على السجندير واللي عنده باكتوسكات يزمو يجمع الزيتون يزمو تفهموا النهضة الوين ماشا والوين عطينا تونس هذا ما أريد أن أقوله الشيط نفسه بطبيعي الأسبوع هذا هي حكاية الهيئة العليا للانتخابات أنا من قبل قلت وأن الجندوبي دوميا والإسلاميين ديما يستعملوا اليساريين عرفتك الجوشيزان الجوشيستك دين الجوش يستعملون بشوستو إلى الحكم وبعد أن يصلوا للحكم يخسلوا بهم مديهم وبعدهم هذا ما يجرى الجندوبي ويحبوا يسمونه هيئة عليا هم يختاروها هذا لماذا لأنهم فهموا وأن الشعب التونسي ما يمشي معه كان سيستام بن علي الصراق من بن علي تسامحوا ورب يستر يأخذوا التعويض قبل الشهداء الدرجة الأولى الإسلاميين وبعد يجيب الحسن ترابلسي وجماعته ووخوة ليلى وصراق بن علي يعوذرهم حتى عبد الوايا بن عبد الله وعبد عزيز بن دياء يجب أن يعوذرهم لليوم لا يقومون بشيء في الدرجة الثالثة الشعب التونسي الرماد هذا يجب أن أفهمه يسميهم الناس يبركوا على البلاد بلغة الديمقراطية والديمقراطية عندهم ما هي إلا وسيلة يستوصلهم من المحطة اللي يحبوا عليه وهي ابتزاز تونس بلغة الشرع وعام 2007 قلت بن علي بيش يسرق بس الشعب والديمقراطية والنهضة كانت تحكم بيش تسرق باسم الله والناس يدوموا علي بالشكل والله لا نشتر الواقع هو الشكل أنا عندي حلم وكأي تونسي عندي حلم وهذا الشي حب نوصل للشعب كل يتحلم قلهم كان شعب ما يحلمش ما أنت احنا حيونات كان الحيونات نحلمش وفي السياسة يزمك تحط ناس يحلموا معك تبيع لهم الحلم متاعت هذه هي قوة السياسة وبيعوا الحلم معنا تخليهم يأمنوا بأن تونس تجم تمشي المخير اليوم شنية ثقافة متاعنا في الهم عندك ما تختار ثقافة الظل والهوان أنا ثقافة الجمهورية الثانية اللي نحب نبيحها لشعب تونسي في الخير عندك ما تختار هذه هي الفرنسة في كلمتي وحلمي لتونس كبير من الناحية السياسية ناحية أخلاقيات باش ناراخر الشعب التونسي باش نكذب زك شيرات يعني لديموكاسي سان لوكس قالها في أفريقا السوداء وقال في تونس أهم عندك وأنك تتعشى وعندك سقاف أن نحب نكذبو نكذبو فاش وأنه التونسي ما ينتخبش بخبزة ولا بدا بوزازيد هذا يعمل الجماعي نحب التونس عندما يختاروا مجلس للنواب ما يكونش مجلس تدليس كما توا مئة وخمسة واربعين حاضرين يصوتوا يلقوا مئة وستين صوت فضيحة أكبر الفضائح نحب إعلام تونسي ما يرضخش الصحافي يكون في حر لما تراهوا الإعلام في تونس شان بعد شان قاعدين يردخوا للنهر ونحب نحيي الوطنية ولا هي هي بدات ترضخ هي بيدها ولكن هي الأخيرة نحلم للشعب التونسي اجتماعيا العدالة أنا ما نمنش بالديمقراطية لأنه اللي أمل بالديمقراطية بالنسبة لي أنا كما أقولوا معناتها يرضى بتمشميش العظام أنا حشتي بالهبرة الهبرة هي العدالة وهو ديمقراطية تسهيل منها العدالة في كل شي في الحضوث في القرية العدالة في التداول اليوم التونسي لما يمشي للسبتار يتداوك الكلب حشاكه إذا كان يحب يتقوى على روحه يصرف الفلوس يمشي لكليك يمتصك الكلب العدالة في القرية الحضوث هي نفسها العدالة في بطاق التعريف ما فماش مدير شريكة ولا عامل يومي فما تونسي عنده الاسم واللقب وعنده عدد إذا كانوا عامل حاجة خائبة يتوقف ما عندوش حاجة يمشي العدالة في الحضوث والتساوي في الحضوث في الأعمال من ناحية الاقتصادية كن نبدأوا بالفلاحة نحلم في تونس نراخر تسن مثلا في الفلاحة قانون يحد من تقسيم الأراضي في تونس المشكلة التي يرث من تكتار على خمسة أولاد وليو عشرين وهلما جرى حتى أولو يكتار أكتار أكتار وأن القانون يقول لك الأرض الفلاحية تورث ولكن تستغل واحدة كما في أنجليترا وكما في أمريكي كي يرثوها أربع أولاد ما عليهم كان يكلفوا واحد يستغلها وإلا يبيعها في الفلاحة بلاد فلاحية يجبنا نعمل تعضوديات خدمات يجبنا نعمل في طماطن في سيدي بوزيد ولا في بولبة ولا في ليجين ما يبيحاش بستمائة فنج بسلسل ليك لفين وخمسمائة يجبنا هو يدخل في الربح ولا ليبيع الحليب يجب أن يعملوا الكولاك التحليب بلدان المتقدمة لكلهم تعضوديات خدمات بتاع فلاحة هذا وين ينزمنا الشيء نمشي من ناحية التجارية مساليك التجارة في تونس لكلها كونترا يجب ما نشوفوها وين ماشي من ناحية من الرخص لأن الترخيص يرخص من الذات التونسية يقولوني برش عباد التونسي قفاه بطبعه لا الرخص هي اللي تبعد يتقفف يجب أن يتقفف اليوم ويجب أن يتقفف اليوم يجب أن يتقفف اليوم هذا هو مشروع الجمهورية الثانية من ناحية المالية اليوم في العالم نسمعوا أن بلدان فيها معناتها تجم تخبي فيها فلوص كما يجب ما فيه بيقص حد اليوم في تونس لا تسحق بس لدينا السرية متاع الأموال والحسابات البنكية في تونس يعني لدينا لزيل الكايمان في تونس لا تسارك يضع فلوسه القانونية لا يوجد الشفافية الشفافية لا تكون في قدرة التونس بالقوانين التي تسنن على تطلع على المعلومة لما رأى ورد وزيل يتبكى ويتشكل ويقول لك لا يوجد بني دار ورد ويعمل فشان تعترف زي ما كتفى مني يجب الفلوس عندك الحق هذا الشيء تمنى لها لتونس ليس الشكل نتمنى الخير لتونس ونتمنى ثقافة جديدة لتونس ثقافة في الأحسن عندك ما تختار نتمنى لتونس لتونس لا يريد أن يحب يشتغل ويحق أحلام نتمنى وأن شباب تتنح الدمجة من مخه ليس الدولة تعطيني خدمة أنت تخلق الخدمة وتجبر الدولة بشتغل نتمنى نهاريخ في تونس تصن القانون أي حكومة تنتخب عندها حسين بركة الحق فيها بشتتداين وهي البنية التحتية لأنك لما تعمل البنية تحتية تقوي في شرايين البلاد بشتدم دور العجلة الاقتصادية وإلا في التعليم لأن التعليم يعني الانفستيسمان قد ما تحط فيه تربحه هذا أمنية التونس وهذا برنامج التونس وبعيداً عن الإطار السياسي اللي ساير في تونس كل يوم إربعة سأخصص محور لمستقبل تونس بعيداً عن السلك الحالي اللي ساير في البلاد بعيداً عن الأسماء بعيداً كل البعد وهو سيكون تونس الغد حلمنا لأولادنا الحلم هدايا اللي في عمرينا وفاء ونقول الشباب تونس ما كنوش متعوبية 100% حالتكم بيش تتحسن خير أما لأولادكم لكل تولد اليوم هذيك هي الجمهورية الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته